مدينة لندن ليست غريبة عن ناطحات سحاب تعانق سماءها لكن هذه المرة يضاف إليها أطول مبنى على الإطلاق وأكثره إطارة لجدل إنه برج تشارد الذي يبلغ طوله 310 أمتار وتكلف بنائه أكثر من مليار دولار معظمها من الأموال القطرية ومنذ ميلاد فكرة إنشاء البرج استعر الجدل بين فريق يرى في المشروع ضربة لترات لندن المعماري وفريق يراه مؤشرا على ثقة لندن بنفسها في التحديث واحتضان العولمة أعتقد أن معظم سكان لندن ينظرون إلى هذا الإنجاز بإعجاب سيوفر 10 ألاف فرصة عمل في إحدى أفقر مناطق العاصمة أنا سعيد جدا بهذه النتيجة الجدل الدائر هنا في ساحة البريطانية لا يقتصر على الناحية الجمالية لهذا المبنى وعلى الصراع بين الحديث والقديم لكنه يتركز أيضا على الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع في ظل أزمة اقتصادية خانقة لمشهدها بريطانيا منذ عقود وعكس مشاريع مماثلة يتم بيعها أو تأجيرها قبل أو مع بداية المشروع فإن معظم الطوابق التي يشكلها برشارد لا زالت حتى الآن شاغرة لكن أصحاب المشروع يقولون إنه استثمار على المدى البعيد وأن ثقتهم بقطاع الأقار البريطاني كبيرة بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي تأهز بريطانيا معظم الناس يتسألون كيف تمكننا من إنجاز مثل هذا المدنى بهذا الحجم في وقت تشهد فيه بريطانيا أزمة اقتصادية لكن وعند اليوم الأول لم تتزعزع ثقتنا بسوق لندن وبالفعل فإن عددا من الاستثمارات القطرية أصبحت مألوفة في هذه المدينة في السنوات الأخيرة من محلات هاروتس الفاخرة إلى مجمعات سكنية فخمة بباركوان المطلة على حديقة هايد بارك إلا أن الاستثمار الجديد يعتبر من صنف آخر فتحت سقف واحد تتوفر معظم مرافق الحياة اليومية من مكاتب ومطاعم وفندق إلى شقق سكنية وقاعة للعرض وبالرغم من الحجوزات لزيارة المبنى ستبدأ هذا الأسبوع فإن الدخول إليه فعلا لن يكون متاحا قبل الربع الأول من العام المقبل كامل سوعد بي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر